عامل ايه؟ بارك ايه؟ كله تمام؟ كله حلو؟ الحمد لله رب العالمين هشيل لك حاجة اقول ما اشوفك هقولها لك ده لازم بأمانة ده لازم تعارف اه طبعاً ده لازم نتكلم فيها احمد شنون اضمن المنتخب ليه؟ اه لان فيتوريا بيقول كلامه بيعمل عكسه هو نفسه قال انا مش هضم 3 حراس فوق سن 30 هضم حارسين كبار وحارس من الشباب اول اللي هو ما في العشرينات طب شاول لي بقى الحارس اللي في العشرينات ده لقد دي كان معام حمود جاد وهو كان ماشي بالسيمترية دي كان فيه كلام ان من يخش بقى من بيرامد زو فيوتشر اولاً ما خدش ولا لعيب من فيوتشر يعني ولا لعيب في فيوتشر يعني مثلاً يعني عندك مواند لشيء متولق عندك عمر عبدالواحد رائع لا هو ما خدش الى ده ولا ده مش اكلم على بيئة لعيبة بس فكرة ان انت عندك فريق بيلعب في الكون فيدرالية وما يتخدش منه ولا لعيب فده علامة استفهان شوصاً انا كلامت عن واحد واثنين اهو طيب انت قلت انا هجيب حارسين كبر فجبت محمد الشناو ومحمد عواد الناس فاهمت وانا واحد بالناس خاصة ان كان فيه مشكلات وانا كنت قلت الكلام ده ما حدكر قبل كده ان فيه كان فيه مشكلات بتطعلك بان هو مصمم ان هو يبقى الكابتن في غيب محمد صلاح انا قادر من لعيب انا لعيت قبل كل الناس دي بعد كده ظهرت قصة الاميس رقم واحد والاميس رقم سستاشر والكلام ده كله فكان فيه يعني اراء يعني متقابلة او انها يعني وجهات نظر متفهمة احمد الشناو ونفسه فوجي ان هو انضم المنتخد كمتصور ان هو مش هيخش المنتخد خاصة بعد تصريح فيتوريا اللي اكد الكلام ان احنا قلناه ان هو انا مش اخد غير حارسين فوق سين التلاتين هو خد عواد اللي كان عني مشكلة برضو في المعسكر الابلي وخد محمد الشناوي ان هو رقم واحد وكلنا عارفين كده طب فجأة خرج محمود جد حارس مارمون مصري وضم احمد الشناوي هل برر شيئا من تصريحاته التي قالها في المؤتمر الصحفي لا ما قالش حاجة طيب مش عاد اتكلم كثير عن الاختيارات لانه زي ما انت عارف كده كده اي مهما كانت الاختيارات كل واحد اللي وجه اتنظر في كله فالرجل هو حرف كده عندك حرف لكن هو مثلا استبعت في الاخر عمر مارموش للاصابة فعمر وفقا للي احنا عارفينه انه هو بلعب بشكل اساسي جناح فكان منتظر انه هو يضم جناح لكنه قرر انه هو يضم رأس حربة صريح اللي هو مروان حمل لعب الناد المصري اللي هو طبعا كان عيب الناد الورد كل سنة هو طيب كل سنة هو طيب هنا بقى السؤال يعني هو ليه طبيعي ان احنا نسأل ومن حقه ان يجيب او يقولك ليه تختيارات دي اختياراتي لكن هو بيناقض تصريحاته اللي هو قالها وما رجعش فصر ليه عمل كده والامور مش اتعادي مفيش مشكلة خالص بس فدي بالنسبة لقصة احمد الشين احمد الشين او طيب